في الموضوع الثاني فوز آخر يؤدي إلى نهائي من نوع آخر هل سنقول أن السيتي فاز أما أن الملكي مادريد خسر المباراة حجم التراجيديا يوزيه حجم الإنجاز في هذا الخبر لكن بما أن سفيرنا رياض محرز في السيتي فلابد أن نتحدث عن الفوز الفيلسوف غوارديولا وضع أحجار الشترانج في المستطيل الأخضر لملعب الاتحاد اختار الريال اللون الأبيض بينما اختار الرفاق محرز الفوز دون الاكتراث بالألوان النتيجة النهائية فقيلة جدا على عاتق الريال أربعة أهداف آخرها في الوقت بدل الضائع من المباراة النهائي هذا العام بين السيتي والأنتر وموعدنا معه العاشر من جوان في تركيا أما الآن فموعدنا مع التعليقات هذه صورة للنهائي لأبرز لاعبي الناديين في التعليق الأول أنسايدر سيتي الصفحة تقول هذه تصريحات نجوم ريال مادريد بعد الخسارة البداية بمودريتش الذي قال السيتي تفوق علينا نحن نعترف بذلك تهينينا لهم بينما فينيسيوس قال لم نفقد أسلوبنا لكن واجهنا فريقا رائعا على أرضه كروس قال كانت خسارة مستحقة أما كرفخال فقال ملعب صعب للغاية تهانينا لسيتي كانوا أفضل منها علاوي صدام قال أمطار الخير في مدينتي وأمطار الأهداف تطهاطل في شباك الريال معتز بوسحة يقول بعد كثرة الألقاب الريال يرتاح قليلا ليفسح المجال لباقي الأندية التي تفتقر للألقاب ترد عليه لينا وتقول في الحقيقة فرحة إقصاء الريال في نصف النهائي تعادلها فرحة تتويج البرصة بدور الأبطال بينما سليم يقول دور الأبطال بالنسبة للريال ليس بحلم عندهم 14 مع ذلك فوز مستحق للسيتي نذهب إلى الموضوع الثالث